اشتركوا في القناة العقدة اللانفوية في الوضع الطبيعي تكون غير محسوسة بما لا تستطيع لمسها او الشعور بها وهناك العديد من الاسباب التي تؤدي الى انتفاقها او تورمها اما لحدود التهاب او عدوى او بسبب انتشار السرطان وتورم اي عقدة لانفوية يدل على وجود مشكلة في المنطقة المجاورة للعقدة ويمكن تمييز العقدة اللانفوية المتورمة من لمسها فالعقدة المصابة بانتان الحاد كالخراجات المجاورة تكون كبيرة ومؤلمة وتتحرك عند الضغط عليها بالاصابع اما العقدة المصابة بانتان مزمنة تكون اكثر قصابة واقل عرض للالامة اما في حال العقد المرافقة للسرطانات تكون العقد قاسية وغير متحركة انتفاق العقد اللانفوية تحت الابط مع وجود الامة غالبا ما يكون غير خطر ويشير في معظم الاحيان الى وجود التهابات في الغدد اللانفوية نتيجة التهابات في اليد او الدراع او الابط نفسه خصوصا مع حلاقة شعر الابط باستخدام الشفرة او التهابات في منطقة الكتف ولكن مع ذلك يمكن ان يكون مرتبط بمشكلة صحية اكثر خطورة لذا يجب ان ترجع الى طبيبك لتقييم اي كتلة غير عادية او انتفاق تحت الابط انتفاق او تورم العقد اللانفوية في الاريبية وهي المنطقة التي يلتقي بها البطن بعلى الفخذة ويعد تورم العقد اللانفوية في هذه المنطقة عمر الشائع خاصة لدى الشباب ويمكن ان ينجم هذا التورم عن اسباب مثل التهابات الموضعية في الاريبية او حولها مثل التهاب الاطراف السفلية كقلم اصابع القذامة والامراض المنقولة جنسيان يعد تورم العقد اللانفوية على جانب الرقبة واسفل الفك الاكثر شيوعا ومن اسبابها عدوى في الحلقة او خراج الاسنان وامراض الفان بشكل هامى والامراض الناجمة عن عدوى في روسيا وعدوى الجهاز التنفس العلوي وتعد معظم اسباب تورم العقد اللانفوية على جانب الرقبة واسفل الفك حميذة الا ان انتفاق العقد اللانفوية في الرقبة بدون الامة قد يشير في بعض الاحيان الى الاصابة بسرطان لقدر الله لذلك لا بد من مراجعة الطبيب يمكن أن تشمل أسباب تورم التهاب العقد الانفوية خلف الأذن خراج في فروة الرأس والتهاب الجل الذي يصير فروة الرأس وعدوى الأنسج الرخوية وعدوى العين مثل التهاب ملتحمة العين انتفاق العقد الانفوية فقط رقوة عادة ما يشير تدخمها إلى وجود عدوى في المنطقة القريبة منها أو نتيجة للإصابة بسرطان في تلك المنطقة مثل سرطان التذي أو سرطان الغداد الانفوية في الصدر أو سرطان الرئة كما يمكن أن تشمل بعض الأسباب التهابية لتورم العقد الانفوية فقط رقوة عن الإصابة بمرض السل ماذا يجب استشارة الطبيب؟ بشكل عام فإن أي انتفاق للعقد الانفوية يدوم لأكثر من أسبوعين يستدعم رجعة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب وفي حال ارتباط التهاب الغداد الانفوية بالحمى أو التعرق الليلي أو فقدان الوزن مع ذا موجود عدوى واضحة فقد يحتاج المصاب إلى تقييم شامل لتحديد السبب المرتبط بهذا التهاب أيضا يجب على الأشخاص الذين تم علاجهم من الإصابة بالعدوى ولكن لديهم تدخل مصمر في الغداد الانفوية زيارة الطبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر